تبدأ وزارة المياه والرأي حملة تحذيرية ضد الممارسات السلبية التي أثرت في السابق وستؤثر خلال موسم الشتاء الحالي على استمرارية الخدمة التي تقدمها وجودتها وأهم هذه الممارسات ربط مزاريب تصريف مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي وفتح مناهل الصرف الصحي لتصريف مياه الأمطار إضافة لعدم حماية عدادات المياه المنزلية من التلف نتيجة لحالات التجمد التي تحدث أثناء موجات الصقع حيث أن هذه الممارسات تشكل مخالفات قانونية يعاقب عليها بالسجن والغرامات المالية وفصل عداد المياه عن المنازل التي تقوم بها القانون لهذه المخالفة عاقب بالسجن لمدة أربعة أشهر إلى سنة وأيضا بغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة ألاف دينار فلابد من تنبيه المواطنين أن هذه المخالفة يعاقب عليها القانون وأيضا تؤدي إلى أضرار كثيرة سواء بالبيئة داخل المدن أو في الأودية وفي تجمع المياه سواء بالسدود أو في أماكن تجمعها النقطة الأخرى اللابد من التنبيه إلها أنه أحيانا في موجات الصقع ونتيجة التجمد يتم تكسير أو تنكسر بعض العدادات فنهيب بالإخوة المواطنين أن يتم حماية عداداتهم عدادات المياه المنزلية من خلال إما لفها بالخيش أو من خلال وضع صناديق خشبية أو أي صندوق حديدي كما حذرت الوزارة أيضا أصحاب معاصر الزيتون من التخلص من مادة الزيبار الحامضية عبر طرحها خلال شبكات الصرف الصحي وهي المشكلة الكبرى التي تواجهها الوزارة بداية فصل الشتاء مع موسم قطف الزيتون لما يترتب عليها من تأثيرات وأضرار كبيرة تحدثها للبيئة وتلوث للتربة وأحواض المياه الجوفية في حال نفاذها إليها في موسم عصر الزيتون هناك بعض من تسوي لهم أنفسهم بأن يقوم بطرح مادة الزيبار في بعض مناهل الصرف الصحي أيضا هذا يؤدي إلى أحمال غير طبيعية تأتي إلى محطات التنقي وتوقفها عن العمل لأن محطات التنقية غير مجهزة لتنقية مثل هذه المياه حملة إعلامية تبدأ بها وزارة المياه والرأي مع بداية موسم الشتاء تهدف لتوعية المواطن ودعوته لاستمرار التعاون معها لتفادي المشكلات المتكررة خلال موسم الشتاء وخاصة التعامل مع شبكات المياه والصرف الصحي في ظل ظروف الجوية المتوقعة خلال موسم الشتاء الحالي الذي دخل الفترة السابقة حافظ أبو صبرى رؤيا شكرا